سلام. اليوم بدي احكي لكم عن الفرق بين او استخدام اللي بيقولوا عنا اتأكدوا اتذكروا مرة تانية بيقولوا عنا عندي فيديو انا قديم بتعلق بهدول بقناتي بقوا شوفوا استخدام على يوتيوب. اه هلا مبدئيا فيه ثلاثة اربع مستويات راح احكي فيهم. اول شيء بالنسبة للمستوى الناس اللي بقول لك انا بدي مشي حالي اطلع سياحة. مشي حالك. بدك تمشي حالك. بدك تحكي عن مستقبل انه راح هيصير كزا. سوف كزا. اوكي? ففي عندك خيارين. بتحسن تقول اي ويل مسلا انه رفضك تمشي. بتحسن تقول اي ويل واك. وبتحسن تقول اي ام قوين تو واك. طبعا ما راح تقولون هيك انت. راح تقول هيك اه اه راح تختصرها. اي ويل. راح تصير ايل. ولفظة تشوفوا على الدرك ال ال ال. ال واك. و اي ام قوين تو بصراحة اي ام بدي ياك تقول لي ام. في عيون فيديو اختصارها ده على فكرة. بقناتي باليوتيوب. و قوين تو بدي ياك تلفظها. البريطان البريطان بقول لفظوها يعني يقول بريطان بيستخدمه كمان. لامريكان بطلعو فيها شوية لفوق. اوكي? اوكي? اوكي. فبدي ياك تقول اي ام قوين تو بالحكيمة ما بقوله اي ام قوين تو شو و قوله ام قانا ام قانا عند اختصرت مع ان تو وبعدين بتحط الفعل ام قانا واك ام قانا اي اوكي? او راح تقول ايل ال وتعطي الفعل بعدها فبعدها طبعا الفعل مصدر بعدها دول. فعل متل ما حافظوا انتوين. كيف حافظين الفعل بالاصل? واك واك خلان صادم لهو. فاني راح امشي ايل واك او ام قانا واك. فبالنسبة من تلاتة لكوني بديو يعملوا سياء احب يعملوا بزنس عادي عادي جدا. بدك تحكي هذا ربيع زمك. يا بتقول ايل يا بتقول ام قانا. انا بروء انه يعني ربما يكون يعني في ناس باحصائيات بتقول لك قانا مشائعة اكتر من اه من اه ام قانا ريح راسك. هذا مستوى. مستوى اتنين في ناس بقول لك لا انا حابب اعرف. انا بحكي انجليزي. اه كويس. وحابب اعرف. اوكي ازا حابب تعرف خلينا اقول لك انا. بدك استخدم. ازا بدك استخدم اه اه فبتكون عم تحكي على شو? عم تكون عم تحكي على شي قرار. اه مسلا مفاجئ. يعني ما في خطة سابقة. وبدك استخدم قانا بدي اياك تفكر فيها لقانا انه تقول لحالك ناوي. هاي قصة اه تفكر فيها كلمة ناوي. ام قانا يعني عم تقول انا ناوي. ناوي بتحل كتير امور. اوكي? ما بتزبط مية المية. بس من عندي هالقصة اللي بحب ياخدها يعني استخدمها استخدمها. اه ناوي. فلنفرض سألتوني مسلا انتو مسلا شو ناوي تعمل بعد الحصة? يعني اختصار في فيديو بتحسن تشوفوه بقناته اختصارات. فشو ناوي تعمل بعد الحصة? في عندي خيارين. ازا هيك صفنت شوية تلكون راح اكل بيزا. ام تاخدت القرارة التلقائي المفاجئة هلا. اذا اخدت تلقائي ردك كان تلقائي ما في خطة واضحة احتمال كبير راح اكل بيزا مسلا. اصفنت هيك مرة تانية اما مسلا قلتولي سألتولي شو ناوي تعمل بعد الحصة? ام تاخدت القرار? هلا. قرار تلقائي. ما في خطة راح اكل بيزا. اما اذا قلت لكم انا ناوي اكل بيزا. ففي خطة مسبقة. في نية مسبقة. اوكي. ولذلك فكر فيها يعني ناوي. انا ناوي. انا سوف انا راح. اوكي. هذا المستوى التاني اللي بيحبه بشكل احترافي يستخدمون. شغلي بسيطة. قرار تلقائي ولا في خطة مسبقة? وعم تقول ناوي. المستوى التالت هلا. المستوى التالت. انه على مستوى الاكاديمي. واتلي بجيبو لكم امتحانات وشوي التفريقات. طبعا النت مليان خلافات عن موضوع هذا والمراجع مختلفة. اوكي. ففي في خلافات على الاصص هاي بصراحة اوكي. انا مثلا انا اه حطيت اه حاولت مثلا اوكي. في متحدثة مثلا اه امريكية. انا عم بحكي على مستوى الامريكي. متحدثة امريكية من البيض. وعم بتعطي شيء يعني شوي العلاقة بالبزنس. احترافي شوي. فشو استخدمت استخدمت كتير. اه واحد اه من السود. واحد من السود. وعم يحكي بشكل شعبي. عم يعطي نصائح بس بشكل شعبي كزا من السود بشكل خاص. فشو استخدم استخدم اكتر ما استخدم. اه في ناس بقول لكم مشهورة اكتر من زادت عن. اه هنا من ناحية استخدام في فيديو القناة تبقوا شوفوا استخدام مع الضمائر. وبالتالي استخدام انا في عندي نية هون. قلت له انا ناوي ادرس الليلة. في عندي نية مسبقة. نية مسبقة. طبعا بالشارع اكاديميا تكتبوا ممنوع تكتبوا بالشارع ما احدا بقول لكن راح يقول اه بتكون تفصلوا بيناتهم. انا ناوي ادرس الليلة. فانت عندك نية مسبقة. مخطط. اوكي? هاي الشغلي استخدام غانا. استخدام تاني لغانا بتكون عم تتنبأ على الشيء. الو علاقة بالحاضر. يعني شيء بالمستقبل بس الو يقول له. الو اثار متعلقة بالحاضر او حتى الدلائل. اوكي? مسلا كلكم تعرفوا ميسي. ميسي ملاعب مشهور انا يعني افوا لاعب رقم واحد. اه بالنسبة الي. بما انه ميسي مسلا عن ثلاثة اشخاص عن لعب مؤثر جدا. فشؤلت لكم ميسي بوجود ميسي. ارجنتينا is gonna win. ارجنتين شبه? راح تربح. اه في شيء متعلق بالحاق بالواقع يعني. في دلائل متعلقة بالواقع انه اه هذا الشيء راح يصير. مسالة علي اياه. اه مثلا انا طلعت على السماء. السماء كتير غامقة. اه اه اتس كنا رين. بتقول له راح تمطر. الدنيا راح تمطر. هلو بكتب لكم يعني. او بكتب لكم يعون. ليش? راح امطر. اكتب لكم. اه لانه بخاف انا على مستوى الاكاديمية تروحوا تكتبوا على مستوى الحكي. بس راح اولفظها. تقول له راح تمطر. يعني شبه اكيد راح تمطر. في دلائل. اوكي? السماء اه لونه غامق. اوكي? فعم متنبأ بشيء لكن الو على اه الو اثار مرتبط بالحاضر. اوكي? او الو اثار ودلائل. بعدين اه مثلا كنا بسيارة مثلا تقول له انتبه انتبه. نحنا راح نصطدم بهديك السيارة. واضح. ونحنا راح نصطدم بهديك السيارة. ما احتمل راح نصطدم. راح نصطدم. اوكي. فشو هوني هوني? شؤلت اه ملاحظ انه في عندك شغلتين. اول شي انا تنبأت هوني زادت مستوى التأكد. زودت لكم مستوى التأكد. ومن جهة تاني انه شيء يعني بشبه اكيد اكيد راح يصير. ومن جهة تاني انه شيء ما انه مطول ليصير. لا هوي قريب يصير. طب ما شرط دائر ما تفكره انه طول ولا لا. ما العلاقة. بس هون بهاي ملاحظة ما اولتويل. الشير على وشك يصير يعني قريب جدا راح يصير. فمثل ما قلت لكم. فهون ايه كمان زادت درجة التأكد وشي راح يصير على وشك انه اه يصير. خلصت مع طبعا بالشارع ازا اجيتوا انا الى زميلة امريكية بتدرس محادثة اسمه انا علاقة بالقواعد. اهل اللغة ما بيهتموا بالقواعد ولا بيعرفوا هاي القصص اللي نحكي. يعني ما بيعرفوا وزعوا لكم القصص لما نحكيها. قلت لها مرة شو الفرق بين بالنسبة لك امتا بتستخدمي قانا وامتا تستخدمي. اطلعت هيك قالت لنفس الشيء. اوكي. طبعا هي ما نفس الشيء مية المية بس هي ما خطر عبالة انه في فرق بيناتهم. وذلك راح تلاقوا انه هدول كتير اوقات راح يدخلوا ببعضهم استخدميك واستخدموه هيك. اه ننزل هلأ ما اطول عليكم. اه نزل هون لعند اه اول استخدام. في ملاحصتين هون استخدام اول شيء قلت بتقول له اتظر امتا اخدت القرار اخدته هلأ مفاجئ. بتقول له اتظر راح اساعدك. فمن جهة اخدت قرار مفاجئ قرار تلقائي ما بخطط له يعني راح اساعدك. ومن جهة تانية عرضت عليه خدمي. اوكي عرضت عليه خدمي هلأ ساعده. في خدمي. اه مساء تاني. هوني كمان عم بتنبأ. كمان بيستخدموه للتنبؤ المستقبل. بس هون فكرة كتير بعيدة. ما لا اثار ما نمرتبطة بالواقع. اوكي? وبس مجرد التنبؤ بس ما له شطحة خيالية هيك شطحت في الكمبيوتر هتبدأ التحكم بالعالم مع انه ما احنا صنعناها. احتمال باحتمال. وعم بتنبأ لشيء المستقبل وما له علاءة ما بتحس انه علاءة اثار بالحاضر او 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 دليل. فهذا للتنبؤ معناه التنتين بس هونه التنبؤ بس هادا ايه ما طلقت لكم. يعني عم تتنبأ بشيء اه كتير هيك ايه واو. كتير بعيد نوعا ما. اه ما بده اضل كرير. بننزل لتحت. اه ما بعدين هوني. اه حاطت لكم هون المسأل. حاببكم تعرفوا اختصار والنات. هو وانت. اختصار والنات. ما غير وانت يريدني. اللي هيك. وبعدين فاصلة في هون. ان فاصلة تي. اوكي. اه هون يعني ترفضوا. معنات. يعني. ام بترفض تحكي. بتجيب هالمعنى. معنى يرفض. في غنائي مشهورة كتير لو غني مادة كان اسمها اه ويتني هيوستن. ويتني هيوستن. اه هيك وتقولها. اه هون شو عم تعطي عم تعطي وعد عم تعطي عهد. فشو قالت انا سأحبك دائما. ايويل اويل 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 اويل. زلتكن تعطو وعد استخدم اه هين ملاحظات الصغير يعني. اه بعدين عندكن وحتنا احضر لكم مسال اكاديميا بتلمدرسسكم بالصف ونقول لكم كلمات الشك. اذا في ا Candy. هل هادا الشي ثابت باللأسف انه مانو ثابت. يعني انتو راح تسمعوا واحد امريكي يقول لك و راح يقول لك و راح يقول لك و راح يقول لك و راح تسمع واحد و واحد يقول لك و راح تدخل الامور ببعضها و لذلك هذا الفيديو انا طولت كتير لحتى نويت اعملكون. ايا. على الشكل الاكاديمي مرة تاني كل ان هدول استخدمتن مع مشان الناس اللي بيستخدموه اللي مفكرين بالشكل الاكاديمي. اكتر من هيك اه متل لو عدت لكم راح تفوت الامور كتير ببعضها و راح كتير محلات راح يستخدموا وقانا نفس الوقت. اه بشكل بدون تفريق. بتمنى هذا الدرس يكون اه مفيد. اعتبروا اخر شي حكيت وهو شغلات كانت ثقافية. شغلات ثقافية و يعني اه اخشى انها عم تكرر كتير. اوكي اه ان شاء الله تكونوا استفدتوا بتحسنوا انتوا تكرروا بعدما انا كرروا اه الفيديو وتجمعوا شوية نقاط و انا راح اكتب شوية شغلات ربما على الشغلات حكيتها بسرعة. او لات طبعا هلا احنا برمضان هذا اخر يوم برمضان كنت عم بعمل كل يوم فيديو بقناتي على اليوتيوب. وبنزل بحمل على الفيس ان شاء الله. اه بس بعد رمضان راح يصير انه اه كل جمعة كل يوم جمعة المساء راح يكون مصدر فيديو. طبعا لو سناء اسبوع ونحزر فيديو وفيديوين ربما. بس المهم انه يوم الجمعة اللي بحب يتفقد القناة على اليوتيوب. يوم الجمعة المساء بيكون في فيديو جديد كل يوم جمعة. وقبل احتمالات. اه لا تنسونا عن الدعاء وشارك الفيديو ازا عجبكم وشكرا على المشاهدين.